واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السرع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 769 قضية أمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 214 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 55 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 93 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية تم ضبط 51 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 453 قضية من بينها 159 قضية خبز نقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت 95 طن ترجمة نانسي قنقر